مخطط لتقزيم الإسلام وتمزيق المسلمين تلك هي خلاصة غدر الغدير الفرية التي تبرز الإسلام دينا عائليا لا عالميا وتجعل الدين إرث سلالة لا ميراث نبوة ورسالة وتصور النبي المرسل رحمة للعالمين قادما لتعبيد البشر السلاليين وفيما المنصفون من غير المسلمين يتحدثون عن الرسول بوصفه أعظم من غير تاريخ البشرية وقدم أجمل نماذج المساواة والحرية وجعل بلالا وصهيبا وسلمان على قدم المساواة مع أبي بكر وعمر وعلي وعثمان ينبعث الكاذبون باسم فرية الغدير ليقول للعالم أن الرسول جاء لأجلهم وعاش لتعبيد الناس لهم وتحويل البشرية قطيعا وإرثا تتوارثه أجيالهم مطالبين الأحرار بأن ينادوهم أسيادهم وأن يتأطئ الرؤوس ليقبلوا ركبهم وأقدامهم تناقض ينقض الإسلام من الجذور وذلك ما يفعله الغدير المصبوغ بالصبغة الفارسية حيث نقل فرية تقديس حكام الفرس بحجة أنهم ذو دماء إلهية لتقديس سلاليين باعتبار أنهم تجري فيهم دماء نبوية وذلك جزء من انتقام الفرس من الدين الذي أسقط ظلمهم عبر إسقاطه من داخله لتغدو كل انتفاشة عبر التاريخ للسلاليين طعنة انتقام فارسية أخرى موجهة للدين وللصحابة الفاتحين فمن يجاهرون بعدوة أبي بكر وعمر لا يفعلون ذلك حبا فعلي بل سعيا للعلو في الأرض ونسفا لأبجدية الدين الذي جاء للمساواة بين البشر وليس أشقى ممن اخترعوا الفرية ليجعلوا من أنفسهم سادة إلا من يمضون خلفهم سقوطا في الدرك الأسفل للعبودية ومن أولئك الأشقياء يشكل السلاليون ميليشيا نهب الأموال وسفك الدماء وبجموعهم تقام مهرجانات الغدر والغدير وبدماء أطفالهم يواصل السلاليون تنفيذ مخططهم الخطير ومهمة الأحرار تحرير من يرون أنفسهم سادة من أوهامهم وتحرير من ارتضوا أن يكونوا عبيدا من خنوعهم وذلتهم ترجمة نانسي قنقر